لأكتر من سنة ونص وهي شبه مختفية ما بتشاركش في أعمال درامية ولا مناسبة عامة في ناس قالوا بقت كسولة وحبت قاعدة البيت واكتفت بنجاح زوجها وناس قالت لسه قدامها وقت لأن أطفالها صغيرين وناس تانية قالت بغلظة مختفية لأنها مش عارفة تستعيد لياقتها ورشقتها الحقيقة إن سبب اختفاء كيندا علوش عن الظهور بشكل شبه كامل مش الأسباب دي أبداً كيندا كانت في تجربة صعبة فضلت إنها تخضها لوحدها قالت أنا مش عايزة أصعب على حد فضلت العزلة الإيجابية علشان تركز في المعركة بابتسامة وسلاسل أولاً شكلك زي الأمر تحبي نبتدي النين يا كده عايزة أقولك لأول إن أنا مبسوطة إن أنا معاكي بعد وقت بقالنا شويتين يعني ما تقابلناش وسعيدة إن إحنا يعني بشكل مشترك أو يعني خدنا القرار إن إحنا نطلع النهاردة ونتكلم وعايزة منك اتفاق إن إحنا النهاردة هنحاول نتكلم عن كل حاجة بس أنا مش عايزة مش عايزين عياط مش عايزة ما تلمسياش فيها لأ وإنتي أصلاً إنتي أصلاً إنتي بتعيطي لوحدك وأنا بعيط لوحدك بس بتفقيني النهاردة بنتكلم عشان نوصل ميسج حلوة جداً أكيد هارجع تاني وأقولي تحبي نبتدي منين؟ إنتي كنت بتتكلمي عن الغياب أو كنا بنتكلم عن الغياب حقيقي إن أنا بقالي فترة طويلة غيبة عن الناس سواء كشغل سواء كدراما أو سواء حتى كحضور إعلامي وكده وفي أسباب ممكن تكون كتيرة وفي السبب أساسي اللي هو اللي هو يعني هو التايتل بتاعه مرض أنا محبش يسميه مرض يعني بس هو الوضع الصحي اللي أنا عديت به الفترة اللي فاتت يعني الرحلة كان فيها أكتر من محطة صح وممكن تتحكي من أكتر من بداية حبي نبتدي مثلاً من ولادة البيبي التاني بتاعك ودي اللقطة اللي ابتديتي فعلاً فيها الغياب بس ما كانتش بداية رحلة المرض دي كانت لقطة مختلفة بس فيها بداية صحيح بعد بنتي حياة طبعاً كان عندنا مخطط أن يكون فيه كمان بيبي تانين أكيد وللأسف كان فيه محاولتين قبل كريم يعني مسكة رجل لم يوفقه يعني راح البيبي وبعد كده كنت أحامل بكريم وأكيد كنت سعيدة جداً وكنت بحاول طبعاً عاملة كل مجهودي زي أي أم إن أنا أحافظ على البيبي بشروط صحية وإلى آخرية بس في وقتها عشان كان الموضوع قاسي إن كريم جي قبل معاده بخلينا نقول تقريباً نقول مستلات تشور عشان كريم تولد ما دخلش حتى في الشهر السابع فده طبعاً رعب يعني ده رعب الحمد لله عشان الطب تطور في مصر وعشان الطب تطور في العالم فبقت الحالات دي أقل خطر أقل خطورة من الأول بس الأمة في اللحظة دي ما بتفهمش كده الأمة ما بتفهمش غير إن إحنا في حالة زعر وخلي بالك حتى الدكاترة مش مش على طول بيطمنوك عشان هما فعلاً بيبقوا قلقانين فهو طبعاً دخل كريم دخل الحضانة وقعد في الحضانة يعني أولمست شهرين تقريباً حوالي شهرين فيمكن الشهرين دول يمكن أنا في آخر مثلاً خمستاشر أو عشرين يوم كانوا طمنوني إنه خلاص قبلها أنت قعد إيدك على قلبك يعني إيه يعني في حضانة كلها منورة أنت لو تشوفي الشكل يعني كله دخلين فيه الكانولة بتاعة المحليل في إيده ورقله إلى آخر وكان مسموح لي في الوقت دا أن أنا أشوفه يعني كل يوم ربع ساعة آه ما ينفعش أكتر لو هقولك إيه أصعب حاجة في حياتي كانت هي دي أصعب حاجة في حياتي حتماً علشان أنا أنا وقت حيات أو أي أم بالنسبة لها ولدت فتاخد البابي في حضنها فقلت لأنا كنت بروح البيت أنام وكريم مش معايا لأ كانت حاجة صعبة وما كنتش عارفة إن شاء الله هي يعني هيبقى صحته كويسة ولا عامل إيه الحمد لله كان الظرف الصحي الكريم كان كويس في أمهات تانية ممكن يبقى فيه يعني حاجات شوية أصعب ودلوقتي أنا عرفت حتى أنه وفي مصر الحمد لله بقى ممكن من الشهر الخامس يعني يولد اللي ولد في الشهر الخامس وينقذوه من الشهر الخامس ويكمل حياته ويبقى حد والحمد لله دلوقتي كريم يعني أنتي جيتي عندي وشفتيه كريم حبيبي خلاص الحمد لله ما شاء الله زي الفل بس طبعاً بيبقى فيه رعب في المرحلة الأولى في كل حاجة في كل خطوة عرفعي جالو زكام لا مش عارفة إيه بنبقى خايفين لحد ما نحس إنه هو خلاص يعني مشي زي الأطفال التانين وبعدين وبعدين كريم أنا قعدت رضحته تقريباً حوالي تسعة وشهر بعدها تسعة وشهر بقيت أحس إنه لأ فيه عندي مشكلة مش عارفة أكمل فيه ألم فيه مشكلة مش عارفة أوصفها يعني بس فيه مشكلة في أحد الساديين يعني فبقيت أحس إنه لازم أقف من غير ما الدكتور يقولي أنا حسيت إنه فيه مشكلة مش بتتضبط فأنا لازم أقفت ووقفت مع أن أنا بقولك عشان كريم ظرفه كنت نفسي أكمل أقدر لما وقفت وحسيت إنه فيه مشكلة هنا أنا غلط إن أنا ما تابعتش أوي الموضوع أنا قلت ده احتقان بسبب رضاة وروحت عملت تشيك أب قالوا لي لأ التهاب فمشيت عادي على إنه التهاب شهر اتنين الأعراض اللي عندي مش بتروح بس أنا بصي في الحياة فيه ناس موسوسة أوي بتخاف أوي بتتابع كل حاجة أنا للأسف العكس تماما هي العكس تماما دي فيها إيجابية وفيها سلبية إيجابياتها إن أنا شخص ما بخافش ما بقلقش بس أنا اكتشفت إننا عشي قاعدة طلوقتي مهوسة بالتفاصيل لا يعني الحياة ماشي يعني وقت كورونا ما كناش بنبقى مرعوبين وبتاع احنا كنا نتعامل فيه ناس بتعتبروا جهل يا ستي ماشي أنا بشكل عام مسلمة بالزيادة يعني مسلمة أمري لربنا بالزيادة فأنا ما شكتش ما خفتش بعد لما عدى تقريبا على الموضوع خلينا أقول أربع خمسة شهر والمشكلة اللي عندي ما بتتحلش هو عمري بيقولي أنت عندك مشكلة بتشتكي منها طول الوقت بس ما بتعمليش حاجة فأنا أقول طبعا إيه المشكلة يعني أعمل بتعملي فحص الرسمي يعني ما كنتش حقيقة شايفة إن ليه لازمة ودي حاجة فعلا بعد شوية عايزة فعلا أنا أتكلم فيها وبعدين قلت خلاص ما فيه مشكلة ما نروح أشوف إيه المشكلة يعني لما روحت عند دكتورة الراديولوجي هي دكتورة الأشعة من أول ما شافتني قلت لي لأ في حاجة مش مظبوطة طبعا يعني إيه في حاجة مش مظبوطة قلت لي لأ أنا عايزة أخد خزعة طبعا لي تاختي خزعة ليه يعني أنا كل ده عينة آه عينة أنا برفض الأفكار فيه ناس بقولك العكس فيه ناس أول ما يشوفوا حاجة مش مظبوطة آه يبقى فهمها أنا آه طبعا ليه قلت لي لأ أنا عايزة أخد اللي هي البيوبسي الخزعة طبعا تمام ومع ابتسامة عريضة يعني وهي والشها بقى كفهر وتلون ده من الفحص الإكلينيكي بس عادي خدت قتي لأ المنظر مش مطمئن يعني إيه مش مطمئن خدت الخزعية وخدتها للمعمل التحليل اللي بيفحص لحاجات دي والمفروض الموضوع بياخد أربع خمس تيام من ثلاث لأربعة تيام أنا كنت في ثلاث أربعة تيام نسيت الموضوع أنت شوف لأ إيه درجة بقولك أنا معرفش دهبل ده ربنا بينزل عليك يعني حاجة غريبة أنا مش عارفة لحد دلوقتي تفسيرها فالراجل بتاع يعني قصدي ما كنتش مثلا خايفة وما بنامش وبكلم الراجل لأ 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 عادي جدا يعني إيه المشكلة يعني ما فيش حاجة فالراجل كلمني بتاع التحليل قال لي أستاذة كيندا هي التحليل طلعت قلت له تمام قال لي يا مش ليكي صح قلت له لأ ليه قال لي متأكدة قلت له أهم متأكدة قال لي والله النتيجة مش كويسة فقلت له أيوة يعني إيه مش كويسة دي لها معنى واحد بلاش معنى تاني أنا بقوله يعني إيه قال لي لأ هو حضرتك في في أكتر من ورم خبيس يعني ف برضو أنا خدت يعني خدت الموضوع ب مش عارفة أشرح لي كيز دي يا مونة بس بتنحت يعني في الأول فهمها بس ما نهرتش يعني ما عيطش ورحت بقول له عمر وعمر معرفش ليه فرصة مريزن لسبب أنها كان شاكك خايف مرعوب أكتر مني فهو كان حاطت الفكرة دي قبلي فهمها قصدي هو برضو عمر إيجابي مش سوداوي خالص بس كان الآن يعني بس يمكن عملي أكتر بيحط الاحتمالات كلها قداني ممكن ممكن اللي عملناه واللي أنا سعيدة وفخورة أن إحنا عملناه أن إحنا لا احكيلي عن الأعداء دي أكتر ما فيش هو قال لي الأعداء اللي أنت قلت له التنتجة التحليل في أكتر من مكان مش في أكتر من مكان هو في السدي بس هو منتشر مش وحدة يعني لا بصي أخلي بالك أن أنا عندي برضو في الهيستوري العيلة عندي جدتي توفت كانسر خالتي توفت كانسر في سن صغير أوي يعني في 47 سنة مثلا خالي توفى كانسر فأنا عندي في الهيستوري وبرضو كنت مستبعدة ما تسألينيش يعني ما عرفش إزاي دي جات معدي أول حاجة أقولناها طب هنعمل إيه فهمها قصدي يعني على طول كان طب هنعمل إيه الحاجة اللي أنا بقولك أنا سعيدة إن إحنا تصرفنا وقتها أنا ما بحبش وبرضو في مدارس في الحالات دي في ناس بتقول لا نسأل أكتر من رأي ونروح ونسافر طب ما نحنا قادرين نسافر طب ونسأل الدكتور دا ودكتور دا ودكتور دا أنا ما بحرفش أعمل كده أنا ما بحبش أعمل ما بحبش أتشتت ما بحبش الدوشة وما بحبش الأرائل كتير فيه دكتور إحنا بنسق فيه وكان من أحد الدكتور اللي علجت والد عمر لما كان برضو هو مصاب بنفس المرض عمر قال لي هنروح عند الدكتور دا ونقلت خلاص على طول هو دكتور أنكولوجيز دكتور أورام يعني فقلت على طول رحنا وطلع بصي أنا طلع اللي عندي هي مش كتلة هي عقدة فهي عقدة متشعبة كده مش كتلة واحدة ففي الحالة اللي زي دي ما ينفعش لنا أعمل عملية في حالة زي دي لازم أنا أخذ العلاج الكيمياوي لمدة طويلة عشان نحد من حجم الكتلة دي لما بتصغر بنشيلها بالعمل الجراحي وبعد العمل الجراحي بنعمل الإجراءات التانية اللي هي العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني وكل حاجة حسب النوع اللي عندي حسب حسب النوع اللي عندي طب أنت عطيه في خطة كانت إيه الخطة يعني أنت وعمر دلوقتي قبل يعني قبل ما بتبقوا عارفين ميديكلي أو طبيا هتعمله إيه كانت إيه الخطة الإنسانية يعني هو قالك طب إحنا كذا يعني أكيد في بعض الأفكار اللي حوالينا الطب بص هقولك اللي إحنا كنا عايزين نتحرك فيه أنا وعمر كان الحل يعني اللي هو لأ مش هنقعد نلطم مش هنقعد نعيط لأ هنحل هنحل إزاي فهمة قصدي اتفقنا أنا وهو أن إحنا نحل بسرعة بمعنى لو أنا جيت النهار ده عند مونة وهي مونة اللي هتحللي الموضوع أنا هاثق باللي هتقوله لي مونة مش ويمكن في مدرس يقول لا مش حاجة اسمها كده ما هتسألي كمان سلوى واسألي هدى لا أنا واثقت بمونة عايزة مشي مع مونة عشان عارفة نام بالليل مش عايزة بقول لا 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 طب لو مش كده طب لو لا 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 مش كده فهمة طب ازاي قبل ما ندخل في الرحلة العلاجية ازاي قدرت تسكتي الأصوات والهلاوس اللي ممكن تيجي لأي إنسان في اللحظة دي يعني الواحد بيفكر في حاجات كتيرة جدا بيفكر في نفسه بيفكر في أحبته ازاي قدرت تسكتي الأصوات دي عشان ما تسيطرش عليك بس يا مونة ربنا ساعدني بشكل مش معقول مش معقول يعني يعني نزل علي من أول سنة سكينة وطمأنينة ورضا رهيب يعني الحمد لله يا رب العالمين مليون ألف الحمد لله يا رب العالمين إحنا النهاردة بنتكلم يا مونة وأنا النهاردة عد علي سنة وشهر تمام؟ يعني عد على لحظة اكتشافي للمرض سنة وشهر وأنا لسه بتلقى هكملك الرحلة بس أنا لسه دلوقتي وأنا بكلمك بتلقى الجزء المتبقي من العلاج الكيميوي بالإضافة للعلاج الهرموني وأنا لسه من شوية مخلصة للعلاج الإشعاعي لما وسقت زي ما بقولك بالدكتور والدكتور قال لي الرحلة هتمشي كالتالي الرحلة هتمشي كستة شهر من العلاج الكيميوي وفيما بعد العملية وبعد العملية لو إن شاء الله كان كله خلص يبقى خلص لو كان لسه فهنكمل كمان كيميوي وبعد كده يبقى عندك الإشعاعي وبعد كده عندك الهرموني شكل الورم اللي كان عندي كان يتطلب فيه ناس ما بتتطلبش كل ده أنا كان يتطلب كل ده يعني ورم كان بقيله فترة؟ تقريبا يعني من قبل ما ما حدش بيحددلك يعني ما حدش بيحدد بالضبط هو بقيله قد إيه لما خدت التحليل وعرفت كنت بعد أقل من أسبوع بأخذ أول جلسة كيمة فأنا ما فبقولك بالسرعة دي يعني بعد أقل من أسبوع يعني أنا عرفت في مش فكرة في أوائل شهر أربعة مثلا بعد عد ميلاد ابني بشوية عرفت في شهر أربعة وبعد كده في أوائل وفي عشرين أربعة كنت بأخذ أول ساشن تقريبا الساشن كنت بأخذها بشكل أسبوعي ساشن الكيمة وبرضه لما احنا بنسمع عن ساشن الكيمة بنسمع يعني مقاسي بس أنا الرحلة كاتلطيفة قوي ما كانتش والله هي كاتلطيفة أنا بفتكرها دلوقتي الحمد لله أنه ربنا يعني مشاها بردا وسلاما عليك الحمد لله يعني الحمد لله بفتكرها بلطف وبفتكرها بذكريات لطيفة كنت بروح أنا وعمر في الأول وبعد وبفكر بقرأ بعمل ليحي بقرأ القرآن بس أنت كنت رفضة أو ما كنتش عايزة أنه المحيط بتاعك حتى المحيط القريب أنه يبقى معاك في الرحلة دي يعني جلسات العلاج ما كنتش بتخلي حد يجي معاك غير عمر يعني ما كنتش عايزة أنه يبقى ده هو الطاق هو ده الكلام اللي ما بينك وما بين العيلة يعني كنت عايزة تمشي الرحلة بنوع من الانغلاق بالزبط وبرضو ليه أنا في حد يعني فيه فيه صديقة عزيزة وكانت يعني هي زي ما بيقولوا كانت يعني خلاص خفت من السنين يعني وقالتلي كيندا عشان تخففي جلسات الكيمو عليكي دايما خلي معاكي شل صحاب شل صحبة صحبتين ثلاثة طلبوا أكلوا عدوا تحكوا وعملوا أجيت أفكر أعمل كده معرفتش خالص ما كنتش حاسة خالص أنا قادرة أعمل كده ما كنتش تعبانة ولا زعلانة أنا كنت حاسة أن أنا كنت عايزة أخوض الرحلة دي الواحدة يعني حتى كنت بقول له عمر ما تجيش هو اللي بيبقى مصر إنه ييجي ولما كان ييجي كنا ساعات ما بنتكلم شوه بيجي معاه لو عنده سكريبت بيقرأه وأنا بقعد بقرأ قرآن أو بفكر أو بتأمل أو بغمض يعني بنام أو كده كنت حاسة أن أنا عايزة أشيل مسؤولية نفسي واش في نفسي بوعي وأنا مركزة مش عايزة بقى برغي وبتسلى مش قصدي يعني دي شخصيتك دي شخصيتك بل الضبط عشان كده بقولك مش عايزة أنصح دي مش نصيحها بقولها للناس عشان في غيري لأ أبي حب اللمة والونس والأهل أنا كنت شايفة إن أنا ولا أنت كنت مش عايزة تحسي بفكرة الشفقة أو الصعبانيات يعني عايزة تبقي تحافظي على قوتك الداخلية مش عايزة حد يقللها من جواك بصي هو جزء من أنا ما تكلمتش وجزء من أنا ما قلتش لناس كتيرة إن أنا ما كنتش عايزة الناس تتعامل معايا كمريضة عشان أنا ما كنتش عايزة أتعامل مع نفسي كمريضة أنا كنت في البيت وبرى البيت عايزة أتعامل مع نفسي كأن أنا ما فيش أي حاجة مش دينايل مش إنكار فهم بس أنا لو عشت في المودة ما أنا هتعب يعني لو عشت والناس بالطبطب عليها قوي وأنا رجعها تعبانا قوي يعني ما أنا هروح مع المودة هتسحب مع الحالة دي أنا اخترت أن أنا أكون على فكرة مش فكرة أن أنا أكون قوية لا لا أنا اخترت أن أكون طبيعية عيش حياتي بشكل طبيعي وخلي بالك برضو أن أنا عمر أطفالي اللي هو سنتين وخمس سنين ما بيديش حد الرفاهية أنه يتدلع أصلا أو يعي يعني هم أولادي عايزين يتنططوا ويلعبوا ومش فاهمين فمش هدخلهم مود أو فكرة المرض للبيت لازم أبقى قوية إنف ومتماسكة إنف ألعب معهم وتنطط وأعمل وإلى آخره وحتماً كان دا أنت ممكن تيش عايزة تحس إن أنت يعيش خالص ودفنت لي دا كان بيبقى صعب كتير في أوقات يعني أنا كنت بحكي لك مرة أن أنا عد علي الصيف يعني عد علي صيف كامل فكنا في المصيف فأنا كنت بأخذ جلساتي بشكل أسبوعي ففكرة أن أنا كنت بنزل كل أسبوع ثلاث ساعات أربع ساعات لحد ما وصل عن دعيات الدكتور وقعد عند الدكتور ثلاث أربع ساعات أخذ الجرعة والجرعة طبعاً تبقى بعدها مرهقة بتهد الجسم كله وارجع أربع ساعات علشان أوصل هناك بدل من روح أرجع مثلاً نام في بيتي في القاهرة وهما الولاد بقى أرجعت لأ عايزين يتنططوا ويلعبوا كأنه عادي لأ حقيقة دي يمكن كانت من اللحظات لأ أنا مش شايفة قدامي خلاص أنا عايزة بس أقفل الباب ونام بس ما كانش عندي رفاية برضو أنا أقفل الباب ونام وبنيم العيال وبأكل العيال وبلعب مع العيال وإلى آخرين وعلى فكرة أنا مش بقول أن أنا قوية لا 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 خالص أنا بقول أن التفاصيل دي ساعدتني أن أنا أعدي الرحلة بسلاسة وبساطة وبإيجابية وبروح معنوية قوية أنت دورتي على إيه الحاجة اللي استشفيت أنها تساعدك وعملتيها تم تشخيص المرض على أنه كانسر نازلتي في مرحلة العلاج اخترتي أنك تخوضي الرحلة بأقل عدد ممكن من الأشخاص وأقل عدد ممكن من الكوابيس أو الهواجس عايزة أقولك حاجة مع الستوريا عشان أنا ما بقاش أقول ما بقاش أن أنا أخدت يعني أخدت حاجة الحقيقة أن أصحابي اللي حولي حقيقي حقيقي كانوا مهتمين أو أن يجوا معايا وكانوا بيتطمنوا علي بشكل دائم وكانوا عاملين لي حالة يعني أنا اللي شوية كنت أصدى الباب ده وكانوا ساعات يزعلوا مني بس الصحابي اللي بحبهم سواء اللي موجودين في مصر اللي أنا بعتبرهم أهلي أو اللي برى مصر اللي هم عائلتي برضو الصحابي اللي من سوريا وبتاع الغيرة اللي أنا اخترت أقولها يعني أنا اخترت أقول لي ممكن ما فيش العشر أشخاص دول بالعكس ما كانوش مقصرين خالص بس أنا الحقيقة اللي أنا ممكن ما سبت لهمش الفرصة أوي أو ما فتحتش الباب أوي علشان ده كان خياري والحقيقة كان مريحني أوي يعني ما لوش علاقة بمتانة الصداقة ليه علاقة بخيار شخصي وهم احترموا ده والعلاقة ما بينكم ما كانش فيها الحساسية دي بالزرط بالزرط ربنا يخلي لك مامتك وأسرتك كلها أنا متأكدة أي أم في مكانك بتقول يعني أنا لما يبقى عندي مطب كبير في حياتي فأنا هركن على ماما حقيقة يعني ماما تقعد مع الولاد ماما تاخد بلا منهم لو أنا مش أدرة أكيد ده كان السيناريو اللي في المال أكيد بصي هو أي حد عارفني عارف علاقتي بمامتي عملت زي علاقتي بأمي هي صحبتي وأمي وسندي في كل حاجة يعني هي مامتي ربنا يخليها يا رب يا رب يا رب يحميها ويخليها مامتي هي أم كما قال الكتاب وأنا من اليوم ما تجوزت وخلفت بنتي أنا معتمدة على ماما تقريبا في كل حاجة يعني بتساعدني في حياة معايا في كل خطوة وهي من النوع اللي بيساعد من غير ما يشايل الجميلة وبيساعد من غير ما تحسي بوجوده يعني في لس بتساعد وتفضل قاعدة فوق كتابك أنا مساعداكي أنا عملتلك لا لا هي خالص هي بتساعدك زي النسمة هي بس بتحس شالت معاكي تقل كبير وأنتي مش حسة أني في حد من وراكي شايل معاكي تقل كبير والحقيقة أنت عشان صديقة مقربة مني ومن العيلة فأنتي عارفها يعني الحقيقة أن الكسرة الحقيقية كانت أن أنا بعد وصدفة غريبة وكسرة حقيقية كانت لي أن أنا بعد شهر بالضبط اكتشفت أن ماما عندها نفس المرض وفي السادي اليمين يمكن الحالة مختلفة يمكن الستيج أو النوع الورم كان مختلف بس دي بالنسبة لي حتما كانت صدمة أكبر بكتير من لما أنا عرفت أن أنا عندي المشكلة دي ماما كانت في سوريا ورجعت وأثناء ما أنا بأخذ الكيميوي وأنا كنت طالوقت برضو حريصة أن أنا ماخدش ماما معايا عشان أنا يا ماما كانت تطلب تروح معايا الكيمو ما كنت شاردة عشان مش عايزها تخاف علي مش عايزها تبقى أنا مش عايزها تبقى زعلانة فلرجعت من سوريا قاتلي ماما أنا شكة بحاجة قاتلي شكة بإيه قاتلي فيه كأنه كتلة قاتلي أنت ماما هتعود وتعصبت عليها جامد يعني وتعصيب مش مبرر يعني قاتلي ماما أنت هتتوسوسي يعني عشان أنا فيعني أنت ليه بتعملي كده وليه بتفكري بالأفكار الصودة قاتلي ماما طب بالراحة بالراحة قاتلي لا مش بالراحة مش مش عارف ايه خلاص عايزة تكشفي تعالي هنروح نكشف بس أنا تعصبت عشان مش عايزة أسمع ليه يعني ليه بتقولي فهمها رحت عند نفس الدكتورة ولما خدنا الخزعاء كمان كلمني المعمل وقال لي آه ممتك مرضو عندها فلسة ديليمين شكل مختلف وستيج مختلف وإلى آخره وتعاطي مع العلاج مختلف ولكن هي برضو مصابة بنفس المرض الخبطة دي أنا ما كنتش عارفة استوعب الخبطة دي هي اللي خدت مني وقت إن أنا استوعبها آه بس وحيات غلاوة عيالي وجوزي وعيلتي وأمي إن أنا ما فيش لسانية يعني أنا وحيات ربنا قلت ليه يا ربنا ولا لحظة يعني أنا مثلا ما قلتش ليه ليه يا ربنا أنا أمي في نفس الوقت ما قلتش ليه الفهمها خالص 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 آه قلت فيه ميسج هو ربنا عايز يوصل لي ميسج هو عايز يقول لي اهتمي بممتك أكتر عايز يقول ليه اهتمي بصحتك أكتر عايز يقول لي آه خلي بالك من نفسك ما تهمليش نفسك أنا بديك النعمة الصحة نعمة فما تهمليش النعمة دي عشان أنا ممكن في لحظات في جري وراء العيال وفي الحياة وفي كده وفتاعة كنت بهمل النعمة اللي ربنا ادهها لي آه بسبب اختلاف نوع الورم بيني وبين ماما فكان ماما شكل العلاج كان مختلف ماما عملت العملية على طول يعني ماما كان لازم في ورم كتلة مش زي فكان لازم تشيله على طول وبعدين تاخد الكيمو عملت العملية على طول وبعد كده بقى بدأنا رحلة اننا وماما بروح ناخد الكيمو مع بعض يعني بروح أنا وهي كل ساشن كل أسبوع لوحدي أنا وهي بروح ناخد الكيمو بنحط الطائية بتاعت في طائية بيحطوها بتاعت التلك عشان الشعر ما يقعش يعني وطبعا هي بتشتغل مع ناس مع ناس ما بتشتغلش أنا شعري وقع تقريبا يعني وقع قولي 60% منه واشتريت بروكة بس ما لبستهاش بس وقع من حسن حظ الحمد لله رب العالمين وقع من كل راسي يعني ما وقعش ما وقعش بقع فما كانش فيه ما كانش باين باين شعري خفيف ففيش بقرة محددة في ناس بتقع بقع كاملة يعني بتفضى ما كانش بيفضى كان بيقع كله زي المرحلة طبعا الناس بتقول دلوقتي أنت دلوقتي حتى الحمد لله شعري رجع كويس الحمد لله بس طبعا حتى يعني مش كل ده شعري في اكستانشنز وفي الحاجات اللي احنا بنهاملها بس الحمد لله رب العالمين لا ما وقعش كله ماما للأسف شعرها وقع كله ودي حاجة شوية كمان كانت يعني حزف نفسيتها ومزع علىها في السن ده وماما برضو ماما طبيعتها غير طبيعتي ماما بتخاف تقلع مش زي فانا كنت ببقى الآن على قلقها الآن على خايفة على خوفها وكمان زي ما اطريك عشان هي الهيستوري من ناحية عيلتها هي في حاجة بس عايزة أقولها لك الدكتور في مرة دخل وانا وماما في العلاج الكيميوي ففتح الباب ودخل وكنا بدأنا ناخد الجلسات فبيقول بيقول الله ايه المنظر الجميل ده فقال فهو ايه اللي الله بالظبط ايه اللي المنظر الجميل يا دكتور شعرية قوي ان امه وبنتها قلت قال لي انا اول مرة تحصلي يعني بيحصلوا ان بسا بتيجي الام بعدها بغ كم سنة البنت بسا أول مرة كانوا بيجوا ياخدوا العلاج مع بعض فهو جاي مبسوط قال الله شايف شايف المنلي الوحيد اللي مليان في الكوباية يعني الكوباية كلها فضية لا حسن انه هو منظر شعرين مش النصف الملقان من الكوب ده هو سنتي ملقان من الكوب بس هو شفع بشكل شعر بس هو بقى كان شعري ولا كان مين كان بيقوي مين انتي اللي بتقوي مامتك ولا مامتك اللي بتقويك ولا برضو انتر اتنين عايزين تعيشوا حالة احنا مش عايرين بصي بحكم ان انا زي ما كنت بقولك بسلم عمري قوي شوية انا بخاف اقل من ماما بقوي هي يمكن كانت لما تشوفني تقوي بي عشان تشوف ان انا يعني ماما بتخاف من الحقنا فاهمة؟ بتخاف قوي قوي من الحقنا ومن الكانورة وبتتوتر وبتزعل فاهمة؟ فلا ماما كنت تخاف وتقلق وتتوجع قوي وتتوتر والموردة لا انا خلاص حطت الحقنا ما زبطتش يعني خلاص خلاص فاهمة قصدي يعني ما مجتش على الحقنا خلاص ما وانتي الواحد لما هيدخل الرحلة دي هيبقى صاحب الحقن وهيبقى صاحب كل حاجة يعني هالحاجات دي هتبقى جزء من الروتينيك اليومي الروتينيك الاسبوعي أو اليومي أو الحياتي يعني ايه اكتر جملة كنتوا بترددوها مع بعض يعني ده انتي وممتك يعني كل واحد بيختار جملة هتعدي يعني اكيد فيك كان فيه حاجة اكيد بتقولوها مع بعض بصي انا وماما اظن هي الحمد لله يعني كنت طول الوقت من اول مبصحة لحد ما نعم بشكر ربي على النعمة دي باعتبرها نعمة بصي فيه ناس بيقولوا بتلاه والناس بيقولوا مرض انا وحياتك والله العظيم ولا اللحظة تعملت معها لا كابتلاء ولا كمرض اكيد كمرض احتياطاتي اكيد كمرض اعملت اللي لازم اعمله صحيا وطبيا وعلميا وكل حاجة ولكن كفقرة في حياتي ما تعملتش معها كابتلاء تعملت معها ك كنت بقول الحمد لله كنت باعتبرها نعمة من رب العالمين يعني قلت ربنا يمكن ميزني بالموضوع والله العظيم يعني قلت يمكن ربنا عايز عايز يلفت نظري الحاجة وعايز يعلمني حاجات ما انت في الرحلة يعني في رحلة الحياة دي اللي بيعلمك اللي بيعلمك مش بس الحاجات الحلوة يعني مش النجاحات اللي تتعلمي منها ما بنتعلمش من النجاح ما بنتعلمش من السعادة لما بروح خروجه أنا وصحابي وبنبسط أو بروح سفرية وبيبقى سعيدة بمبسط وبتعلم بتعلم عادات بس مش ده اللي بيعلمنا في حياتنا مش ده اللي بيساعدنا في رحلة ندوجنا اللي بيساعدنا في رحلة ندوجنا هي الانكسارات، الوقعات، اللحظات الفشل، اللحظات الضعف فربنا حب يعلمني من خلال الرحلة دي من خلال الجيرني دي فعشان كده كنت بحسن أنا مدينة أن أنا أحمده طول الوقت وأقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله علشان أنا أكيد أكيد اللي فيها أخف ألف مرة من ملايين الناس اللي جالهم يسدتي نفس المرض بس ظرفهم أصعب بكتير بس الحقيقة إنه ما بنش عليكو خالص لأنتي ولا عمر تحديداً أنا بتكلم قد إيه كان فيه اتفاق ما بينكو إنه الناس من بره تشوف كل شيء طبيعي وما حدش يشك إن انتوا عايشين أزمة كبيرة جداً تحديداً إنه بعد شهر من تشخيص حالتك إنها كانسر تم تشخيص حالة والدتك إنها كمان كانسر فأنتوا إزاي اتفاقتوا وإزاي قدرتوا تصدروا للناس إنه كل شيء طبيعي بالشكل ده بصي أكيد كان فيه يعني أكيد فكرنا طب إحنا هنقول طب إحنا مش هنقول بس لقينا على طول على طول على طول أنا وعمرة إحنا متفقين إن إحنا ما نقولش على طول يعني من أول ما طرحنا الفكرة لقينا نفسنا أنا وعمرة على طول وقفين على أرضي ومن غير ما ناخد رأي أي حد لقينا إن إحنا مجتمعين في نقطة إن إحنا ما نقولش ليه ما نقولش أنا من وجهة نظري ليه ما قلتش يعليه دلوقتي عدى سنة وليه ما قلتش وقتها وليه النهار ده بقول ما قلتش علشان أنا مش عايزة أقلق الناس ولا عايزة أظهر وأنا تعبانة ولا عايزة أظهر وأنا شكلي متعب وأنا مرهقة ومش عايزة أحبط الناس عايزة أتكلم في اللحظة اللي أنا أدرة أدي فيها أمل وأقوي الناس وأقول لكل بنت أرجوكي سرعي بالكشف المبكر ومتن نشيش وأقول لكل إنسانة لكل إنسانة وده السبب الأساسي أنا أتكلم النهار ده يومنا كل إنسانة بتعدي بالموضوع ده خديها ببساطة والله دي نعمة من رب العالمين وكوني قوية وأقوي بالناس اللي بتحبك اللي حواليكي أقوي بربنا أقوي بعيالك أقوي بكل النعم التانية اللي ربنا ادهالك وأقولي الحمد لله إحنا عايشين في زمن الطب بقى قادر يعالج الحاجات دي ولو إحنا بنتوجع من بسبب المرض ده ففي ناس تانية بتتوجع بسبب حاجات تانية أصعب كتير وعشان العامل النفسي شديد الأهمية في الموضوع ده يعني الحزن والأسى والخوف والكسرة هم بيزودوا الموضوع ده الرعب وعدم النوم والأنكزايتي والقلق وكل ده من العوامل اللي بتغزي النوع ده من الأمراض فأنا ليه يعني ليه بمشي ليه بمشي معاها ليه ممشيش عكسها علشان أحاول أخلص من الموضوع ده وأحاول عدي الرحلة دي بلزازة تعبني اللي حصل لمامتي وخوفي على مامتي أكيد أكيد تعبني أكيد أكيد بصي يا مونة أكيد بيجي لي أفكار يعني ما هو دفنت لي بيجي لي أفكار دفنت لي بقول يا رب بس ده ما يرجعش تاني ما تعبش عيالي ما يجيش لحظة أن أنا مش قادرة أعتني بيهم أبقى سواء ضعيفة أو المرضة يعني يتكرر أو إلى آخرين فحتماً عندي مخاوف ما ينفعش يعني ما ينفعش أنه ما كانش يبقى فيه مخاوف فيه مخاوف بس حاسة أنه ده مجهود مضاعف يعني أنه لما أسترجع الشريط بتاع الإلسانة اللي فيتت كلها يعني متخيلة عارفة أنه عمر يطلع بمبتسم أو كأنه معندوش ولا مشكلة أنت يترد عليك أدوار أو تجيلك عزمات أو أصدقاء أو فيه مجاملات وواجبات اجتماعية تقدريش تعمليها أو تعمليها بس وانت بخبية ده مجهود مضاعف من كنتو الاتنين يعني عشان يبان عكس الحقيقة أظن أظن أننا لما اخترت أتكلم بعد سنة وشوية علشان يمكن المجهود ده دعا بي يمكن أننا السر يمكن كان كبير يمكن دلوقتي حاسة أننا لا أعايز أشارك عدد أكبر من الناس معايا يمكن أننا حسيت أننا عديت مثلا يعني 75% من الرحلة الحمد لله الجزء اللي متبقي يمكن أنا محتاجة بوست ودفعة ومحبة ودعوات من الناس وبقوا برضو أننا دلوقتي في مرحلة قدرة أننا أدي أمل يعني أنا النهاردة قادرة أطلع بصحتي الحمد للرب العالمين وأقول للناس أن تعالوا ناخدها كحاجة لطيفة تعالوا ناخدها كنعمة من ربنا ورحلة حلوة بنتعلم منها حقيقة بنتعلم منها كندا من أحسن الحاجات اللي حصلت في المشوار بتاعك ده هو إيجابييتك فيه لأنه الحقيقة فيه ناس ممكن تاخدوا بوكة والنواح من هنا للسنة الجاية أنت قررت أنك ما تاخديش مش عايزة الطريقة دي مش عايزة أيا كانت النتيجة بس أنت مش عايزة الطريقة دي هرجع للمشوار العلاج قلتي قعتي ست شهور تاخدي كيماوي تمام أثر على شعرك بالتأكيد بس الحمد لله عدة كنت من الناس اللي أبسست يعني كل يوم تبصي في المراية وتشوفي الشعر وكده لا 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 ما ببصش أنا في الحالات العادية ما ببصش في المراية بنساء والله العظيم أنا علاقتي مش حلوة مع المراية ده أنا في البيت من قبل الموضوع الكانسر ده أنا في البيت ودي حاجة مش صحة عشانا متجوزة وفي راجل بيشاركني البيت فده مش صح يعني أنا في البيت ببقى معدية في يومي العادي من جنب المراية ليه كده فلاقي مثلا الشعر منكوش الكحل السايع عشان أنا ما بصحاش أزبط وده غلط طبعا يعني أنا مثلا بصحة زي أنا بقبل اسمها لا أنا مش بجاملك ولا أنا بقول كلام اللي هو الكلام اللي هو بقوله عشان الناس تقولي لأ أنا بقولك الحقيقة لأ أنا في ساعات ببقى شكلي حقيقي حقيقي لا ماينفعش ماينفعش أفتح باب البيت كده أنا بنزل وصل بنتي لمدرسة ساعات برجع بشوف المراية بتخط بقولي أنا نزيلت كده طب أسرح شعر يعني لأ أنا حقيقي علاقتي مع المراية مش كويسة وما باخدش بالي ودلوقتي خدت قرار بصي ده نعمة خدت قرار لأ هبقى باخد بالي لأ بصي بيعمل مشكلة في الشعر حتما بيعمل مشكلة في البشرة أكيد ما هو إحنا مش هكذب على الناس بس كل ده بيتحل وكل ده بتبقى مرحلة بصي أنا خلي بالك أنا لما دخلت ولما عرفت المرض كنت لسه عندي وزن زايد من كريم من الحمل من الحمل ما كنتش لسه تخلصت عشان ما كانش عدة غير سنة فما كنتش تخلصت من الوزن زايد العلاج الكيميائي بيخلي موضوع خسارة الوزن الصعب جدا اللي لم يكن العكس عشان هو بيعبي مية وعشان هو فيه كورتيزون وعشان هو بينفخ فلأ أنا لما كنت بشوف ده اللي يمكن كان بيتعبني أن أنا كان نفسها خس بس مش حاسة أن أنا مش قادرة خس ساعات بيبقاش تخنة بيبقى نفخة وكانت شكلها مزعج يعني كان شكلها بالنسبة لي كان مزعج ومش من باب الجماليا على قد من باب أن أنا عايزة أبقى بصحتي وبقى بتحرك وبقى أخف وبقى شكلي أكيد أكيد في لحظات أكيد صعبة دفنت لي وصعبة قوي يعني بس بس بتحدي يا مرحلة يعني زي ما في ناس بيبقى حملهم ثلث قوي وفي ناس بيبقى حملهم صعب في ست بتحلوه قوي في الحمل في ست لأ كلهم أمرات أنا بشوف أي ست حمل مثلا أمر بسيبقى قولك يا مراحل يعني رحلة العلاد كان فيها ups and downs من سوالك يعني تخلصي مرحلة وتحسي بالإنجاز تدخلي تعملي عملية يعني لتفاصيل كتيرة دون الخوض فيها تتعابي جدا في العملية أو العملية الطويل زيادة عن الجزء بعد كده يحصل لك حاجة غريبة جدا أنه الهيموجوبين يقع على ستة سبعة هقولك يعني يعني كنت كل ما تقولي أنا خلاص عديت صحيح يحصل حاجة صحيح بعد ما خلصت مرحلة العلاج الكيمياوي بكل المرحلة الأولى من العلاج الكيمياوي بعد ما خلصتها بصعوبتها بكل يعني بكل تفاصيلها يعني جي مع عادة العملية عملت العملية لحد العملية كان عادة تقريبا ستة شهور العملية كانت في حوالي 4 و 5 أكتوبر تمام سوء حظي كان عملية أو عملية كانت عملية طويلة وقعدت وقت طويل وخسرت دم وإلى آخرية بس في الآخر الحمد لله تعتبر عملية ناجحة يعني سوء حظي كان إن ده جي مع مع أحداث غزة إلا أنا مش عارفة ليه قررت إن أنا أنخرت أو إن أنا أبقى بتفرج أو بتابع أوي وبتواصل مع ناس وإلى آخر الحقيقة إن هي دي كانت المرحلة اللي أنا يعني أقدر أقول تدمرت فيها نفسيا مش تعبت نفسيا طروحي من العملية مع الكيمو مع جسمي كان تعبان مع إن أنا كانت كل اللي حوالي بينصحوا إن أنا ما تفرجش أو ما شوفش بس أنا كنت حاسة إن ده خيانة لا ما ينفعش أنا لازم أشارك حتى لو بإن أنا أبقى شاهد وشوف وتابع وتواصل مع ناس عرفها وشوف إيه إمكانيات ننشر ولا نساعد ولا نعمل إيه الحقيقة وإلى هذه اللحظة من أن دي أكتر حاجة تعبت إحساسي بالظلم الرهيب اللي اتعرض له أبناء حقيقي أبناء شعب غزة على كل المستويات ده موتني يعني ده كان ده كانت المرحلة اللي أنا كنت بسحة بعيط وبنام بعيط ودخلت في فيز شبه الكآبة وقالقتي بكل حاجة حوالي بقت مش مظبوطة ويمكن استمر الموضوع خلينا نقول شهر لحد ما عمر جي قال لي لا 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 أنا مش هسمح لك أكتر يعني مش مسموح يعني أنت ما ينفعش يعني واجبك الإنساني وإحساسك أنك أنت لازم تشاركي تمام بس أنت مش صح حالتك النفسية دي مش صح فما تعملش كده في نفسك فأنا بكت بحستها أنانية يعني أنا دلوقتي عشان وضعي كذا فأنا هقعد أسلي نفسي يعني فهمة قصدي ما كنتش قادرة يعني لكن ده فهماكي ومصدقاكي وعرفة أنه أخيانا ممكن الناس بتقول أنه أنه دي مبلغات بس حصل لهم الاكتئاب ده حصل لهم الوجع العميق ده الحياة فقدت طعمها فمن غير ما يكونوا بياخدوا كيماوي ومن غير ما يكونوا مسقلين بعلاج من الكنسر أنا مصدقاكي وكل الناس الأسوياء هيصدقوكي أنه دي مرحلة ممكن تعمل أو اللحظة دي الفترة دي ممكن تعمل انتكاسها صحية بالضبط هي دي اللي بوزتني رسمي لحد ما شفتها وقريتها و أنك حاولي أنك ترقبي ترقبي الأحداث وما تمتصهاش يعني اللي هي كنت بقولها لك لما أنا قريتها ودي اللي رنت عندي حاجة ان observe but don't absorb observe شوفي تابعي ما تاخديش الحاجات على جلو تا كلام الدكاترة كمان اه اه مش بنقولك يعزلي نفسك بس ما تاخديش الحاجات الجوه ما هيدت ده ضرر رهيب وده انتكاس ووقتها بدأت أحاول أعود نفسي أو أعلم نفسي أن أنا أتابع وأعمل لأنا لازم أعمله أو لأنا حب أن أعمله من غير أو أحاول قدر الإمكان أن أنا أحمي صحتي النفسية قدر الإمكان أن أنا ما بقاش بيضة عشان فيه عيالي وفيه صحتي وفيه الرحلة اللي أنا مكملة فيها ما بطلتيش مشاركات وأنا عارفها مش بس على السوشال ميديا لا كمان الشخصية مع ناس كتيرة بتتواصلي معاهم بس على الأقل سمعت الكلام الدكتور أنه لازم بقى فيه مسافة على الأقل لحد ما تخفي بزا طيب إيه حكاية لما عملتي نقل دم بهدلتي بصي أحد العلاجات اللي كنت بأخذها مع لخبطة هرمونية عندي ولخبطة في جسمي عملت عندي بعد العملية بفترة طويلة عملت عندي نزيف لمدة طويلة وبرضو أنا مش عايزة كنت أقول الحاجات دي قوي عشان مخوفش الناس بس دي مش بتحصل مع كل الناس يعني دي حالة ممكن تكون استثنائية ظروفها معينة جالي نزيف لمدة طويلة يعني جالي نزيف لمدة تقريبا دخلت على قليلا شهرين يعني نزيف حاد باخد حبوب توقف نزيف وإلى آخره بس ما كانش في يعني كنتش عارف عمل كنترول يعني على الموضوع لحد ما في مرة خلاص أنا حاسة أنا مش قادرة مش قادرة أقوم يعني أنا ما عنديش طاقة فحصولي دم فطلع هيموجلوبين 6.6 كان 6.6 اللي هو يعتبر أنيميا حدة جدا فقالوا لي على طول روح المستشفى نعلي دم على طول فروحت المستشفى فانا قالوا لي برضو في المستشفى عمر كان عنده كان جي من التصوير وصلني لمستشفى وهيرجعت لي التصوير فعمر بيقول لي أكلم لك مين يقعد معك وطولة مش عايزة حد يقعد معها قال لي طب وبعدين يا بنت تبادي لوحدك في المستشفى سبني أنا ومبسوط مش عايزة حد يقعد معها أنا هقعد كده روء خلي بالك أنا ببقى جاية طول وقت من دوشة الأطفال فجلسات المستشفى دي بالنسبة لي كانت رفاهية أنت فاهمة أنا في المستشفى أنت بتحاول تشوفيك أي حاجة حلوة فوصل حاجات الرواءة الناس بتدلعك وانت قاعدة في السرير كده وما فيش حد يقولك اوه ميحمليني وماما واه وشليني فاخد ببقى ريئة يعني فيها نقاها فاهمة فلما بيدوك الدم كان لازم ينقلولي ثلاثة كياس دم فلما بيدو الدم بيعملو حاجة اسمها التطابق عشان تطابق بين الدم والدم اللي هينقلولي بين دم والدم فزبطوا التطابق أنه كله تمام فاخدت أول كيس واخدت تاني كيس ثالث كيس فور سوم ريزن يمكن عمل لي لسبب معايا عمل لي حساسية مش جامدة يعني حساسية بسيطة فوانا باخد الدم جالي الأول حسيت أن أنا ساعانة قوي بنسميها بردية بسولة ساعانة قوي 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 كده بقى يعني مثلا ده حوالي ربع ساعة بعد كده بقى حرة حرة نار نار حاسة أني هموت وبحرق وحرانة ومش عالف ايه وبعد كده فجأة انهيار جاي لي حالة انهيار من الاعياد انهيار انهيار بعيط بسود آه كده فجأت لي فجأت لي الممرضة مخدوضة كان عمر لسه رايح كنت قاعدة لوحدة في الوضاء فجأت لي الممرضة مخدوضة انت قول لي انت كويسة انت كويسة أنا كويسة أنا كويسة منهار أنا كويسة والله أنا كويسة تقول لي طب فيه ايه طب يعني ده ايه هي مش ما جمعتش لسه أنا بعدين قالوا لي ان ده بسعارة بيبقى ريأكشن من الجسم عادت هي تقول أنا عارفة تقول أنا مثلا هي لوحدة قلت لي انت عشان لوحدة قلت لا 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 أنا عايزة يكون لوحدة أنا كويسة والله والدموع بتنزل حلقة مش كنتش عارفة يعني هي يعني أكيد موردة مش فاهمة القدامة ايه اه بتقول دي مختلمة هو ده برضو يعني انهيار ومصر ان انا كويسة اه بقول لي انا كويسة وبعد كده لما تعبت بقى شوية خلاص كنت بقى حضنتها أنا معرفش حضنتها بقى عادت بكي على حضنتها بكي في حضنها وكده وبعد كده عادي جدا هي كده يعني فيز كده جاتلي ومش نفسية هي فيزيولوجية يعني هي بسبب لخبطت حاجة في الدواء في الدم كده يعني بس أنا كويسة أنا كويسة اه أنا كويسة هي كنده فين كنده مختفية فين كنده كانت في رحلة مؤلمة بس هي اخترت انها تمشيها بطريقتها الخاصة طريقة كلها ايجابية وكلها البحث عن النور مش البحث عن العياط والبكة اختفت صحيح بس عشان كانت بتقوي نفسها ايه اكتر حاجة في الرحلة دي يا كنده كانت بتديك دعم يعني اكبر سابورت ليك كان ايه بس يعني السوربريزنج بشكل مفاجئ هما درجة الاولى عيالي عيالي عشان هما الاطفال في السنة ده هما كلهم فرح هما كلهم لعب وفرح وشقاوة فشقاوتهم والدوشة اللي بيعملوها وقصصهم ما بتديكيش فرصة انك تقعي ما بتديكيش فرصة انك تتعبي انا كنت لما قرر ان اليوم ده انا تعبانا عايز اعقد في السرير ما عنديش حتى طبعا في منها جانب صعب ان انا ببقى مش قادرة ارتاح خالص وانا متعلقة بهم قوي وانتي شفتي لما جتين للبيت شفتي قصد شكل العلاقة انا كأني صحبتهم يعني مش بس امهم يعني وبلعب معهم طول اليوم بتيكي هراهم وبالظهر فأكيد أكيد استمديت الطاقة منهم أكيد كنت لازم ابقى قوية علشان هم عشان هما ما هما ينفعش في السن ده يشيلوا همي ما ينفعش بنتي عندها خمس سنين دلوقتي دخلها على سبت سنين ما ينفعش تبقى حاسة ان مامتها تعبانة هتفتكروا بعد عشرين سنة هتفتكروا بعد ثلاثين سنة وهيبقى فيه صورة في مخها لماما أنا هقولك حاجة ما عرفش هينفع تتقلو ولا لا الصراحة يعني هي شوية ممكن تكون مؤذية لبعض الناس أنا كنت طلعة من العملية بيبقى فيه معانا الدرانق فأنا كنت شيلوا هم الدرين اللي هي بيبقى فيها الدم آه اللي هي بتطلعة من الجسم أنا أولادي كانوا يلعبوا بيهم كورة فأنا كنت فأنا كنت عشان بس اللي مش عارف الدرنقة اللي هي بتبقى خارجة من الجسم بطلعة سوائل من الجسم كان فيه درنقة ولا اتنين أنا كان عندي اتنين وبعدين بقى واحدة آه يعني هو خراثيم طلعة من جسمك اللي بتطلع السوائل آه المفروض ان انت تبقى في السرير ودول جنبك تمام فأنا كنت بشيلهم يعني وبعدين ساعات يعني هو حابقلك الصورة هي الصورة وانت تكون مزعجة للناس آه بس هو أنا للدرجات دي الليل كانوا بلعبوا بيهم يعني هم بيشوتوهم عشان بيشوفوا في حاجة مدلدلة وكده فهما بيشوتوها أو بيشدوها فدي مشكلة ما هو يشدتها يعني الروح للدكتور يعني لأ ده حوار يعني فهما فأكيد هما قووني يعني أكيد هما ولعبهم وصوتهم وطقتهم وحبي ليهم وخوفي رغبتي ان انا اكون قوية علشانهم أكيد هي أكبر حتما هي أكبر حافز وأكبر حاجة قوتني يعني ربنا يا رب يخليهم يا رب يحميهم لك ويخليك لهم أكيد بالدرجة الأولى زي ما قلت لك أكيد رب العالمين بقولك الداني كده بيحبني الحمد لله ربنا يعني دي من المحبة الداني سكينة الداني الرضا يعني هو خلاني يعني هو الداني ده والداني معه سعادة بدا ودي حاجة يعني كميتها لسه مش قادرة فصارها بس أنا شايفة يعني أنا لمستها عشتها إن أنا لما حصل معايا عارف يا كنده كتير من اللي هيشوف المقابلة دي هاستغرب قوي وهيبقوا مش فاهمين هو يعني إيه إيه الروح المنطلقة دي اللي أنت بتتكلمي بيها عن حاجة سودوية يعني إيه التفاؤل ده اللي بتتكلمي عن حاجة مؤلمة أنا أنا عارفة اللي هيتفراجوا هيقولوا إيه ده ده زي ما كنت بتحكي بتحكي مثلا عن دور في موساط يعني بتحكي من منطق المشاهد المتفائل جدا مش من منطلق اللي عاش تجربة صعبة صحيح هو بصي هما حاجتين هو خيار مني اختارته وهو نعمة زي ما بقولك نزل نزلها علي رب العالمين وجود ربنا جنبي إحساسي بي بيطبطب علي طول الوقت ما سابنيش ولا لحظة يعني أنا ما فيش الحمد لله رب العالمين في التعب في عز التعب يمكن بقول ليه لما قلت ليك موضوع غزة عشان موضوع غزة كان كنت حسنيني أن العالم كله ظالم يعني كنت حسنين فيه ظلم في العالم وحاولت أن أنا أشفي نفسي من المرحلة دي غير كده كان كنت طول الوقت أشوف أن لا ده عادي ده ده جزء من إحنا كلنا لازم نعدي بمراحل وده جزء من ده كاسي اللي لازم أدوقه فدوقت كاسي حاجة حلو الحمد لله يعني فهمة قصدي والحمد لله أنا جات على قد كده ويا رب رب العالمين يا رب ما بقاش موضوع أكبر من كده ويا رب يكون معايا ومع ماما نحن نعدي من كل الموضوع ده بأقل خسائر ممكنة أو بدون بسموها أي يعني بدون رواسب صعبة يعني حتما عمر كان كان سابورت وكان داعم قوي جدا علشان عمر بالدرجة الأولى هو شخص أصلا إيجابي جدا 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 وعمر بشكل عام ما بيستسلمش للحزن وما بيسبش نفسه للخوف والقلق والحزن وكان ماسك بإيدي إن كل ما يشوفني يعني هقرب بيرجعني يعني إن لأ ما روحش في السكة دي كان بيساعدك على مستوى العملي فقط إنه الدكاترة والجلسات والتحليل وإنه لأ لازم نفوق ولا كمان على مستوى المعناوي على مستوى أكيد وكان معايا في الرحلات وفي المستشفى في العلاجاء في العلاج الكيميائي وباقي العلاجات وفي الكلام لما نيجي نتكلم ولما نبقى عاديين إنه هو ما حرف اللي بيبقى في عندك حد عايزك تبقي سعيدة فهو بيعب يعني فهو بيخفف عنك تعالي نشوف موفي دم وخفيف تعالي مش عارفة إيه لما يشوفني إن أنا محتاجة أتكلم يسمعني ويتكلم بس ما ما يسبنيش أستغرق في أي حالة من حالات الخوف أو الحزن أو كده وجود شريك برضو قصدي إيجابي وجود شريك داعم وهو بطبيعته برضو عمر اللي ما بيروح في الشغل والشغل يبقى عنده فيه مشاكل ما بيرجعش البيت ما بيجيبش المشاكل مع البيت بيرجع بابتسامة ولم بقوله أنت عامل إيه بيقولنا زي الفن يعني كان عندك شريك أو راجل تركيني عليك حقيقي حقيقي ربنا يخليه ويديمه حقيقي إنه كان وأكيد هو جزء كبير خلي بالك الجزئية دي ما كانتش قوي أنا عندي أنا شخص أكثر حساسية وشخص ممكن يكون ميال في لحظات للحزن أو إلى آخرين الحاجة دي أنا خدتها منه من قبل التجربة دي يعني خدتها منه يمكن من بداية ارتباطنا إن أنا إزاي أتعامل مع الأزمات لو سمناها أزمات إزاي أتعامل معها لو سمناها أيوة أنا مش معتبرها أزمة والله ما معتبرني حقيقي لأ كان فيها لحظات صعبة بس الحمد لله الحمد لله فعلمني إزاي نتعامل مع الأزمات بإيجابية ونشوف إن ربنا بعد الأزمة دايما إن شاء الله رب العالمين بيدينا حاجة حلوة هو الفيديو بتاعك وبتاع عمر اللي كان في مهرجان فينيسيا ده كان قبل ما تكتشفي المرض ولا بعديها لا الفيديو ده كان ماتي الكريم بكم شهر وكنت رايحة تعبانة أصلا من الولادة كان لسه كريم في أشهره الأولى يعني وكنت رايحة تعبانة من الولادة وكنت رايحة لسه بالوزن اللي عندي لكله الزيادة بتاع الولادة وبتعب بالتجربة الصعبة اللي أنا حكيت لك لأنا كنت تعديت بيها مع ولادي ده كنتش عايزة سافري كنتش عايزة سافر خالص فيلم نزوح الفيلم اللي أنا بحبه واتعبنا في تصويره مع مخرجة سؤدود كعدان من الأفلام عظيم فيلم بحبه جدا يعني كان لنا الحظ الكبير إنه هو معروض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا الدولي اللي هو من أهم المهرجانات في أوروبا والعالم قلت لأ فعمر اللي وانتهاب لأ قلتلي أنا أسيب إبني إزاي طب أسيب إبني إزاي ده أنا إبني لسه زي ما بقوله حتة لحمها أسيبه إزاي قال لي لأ هتروحي وهروح معاكي وهنروح يومين بالزبط وهتشوف إزاي السفارية هدية تفرق معاكي بعد التعب وكنت جاي بقولك من مرحلة الخوف على الكريم وكده لما رحنا العرض كان ساحر عشان الجمهور تواصل مع الفيلم بشكل رائع والحمد لله من حظنا الفيلم وقتها أخذ جايزة الجمهور في مهرجان فينيسيا فلما كنت ماشي على الريد كاربيت تعبانة أنا حقيقي تعبانة مش هزارة يعني أنا مش مش في صحة بالزبط نتمشي لش على الريد كاربيت فأنا يا دوبك بمشي يعني فأنا تعبانة ومش قادرة ومش جاهزة للحظة في الجمهور دي وعمر حبيبي كان واقف من ورا بتاع الناس بصورني وكده فلما أنا شفته فقوله تعال تعال أنا عايز أسند تعال تعال أقف معايا فجاي وقف معايا فأنا بشكل طبيعي مش واخدبالي خالص بشكل طبيعي رحت ميلت كده على صدره وغمط عيني حد بقى صحفي أنا بحبه جدا اسمه معتز لقط اللقطة دي صور بقى من وعمر بيصورني لحد ما أنا دهت العمر لحد ما عمر جالي لحد ما وراح منزل الفيديو ده والفيديو ده انتشر الناس أخذته بشكل رومانسي جدا والحقيقة هو رومانسي وحقيقي يعني 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 هو حقيقي حطوا عليه أغاني بقى نزله عليه أغاني بس الحاجات دي لذيذة يا موسي أقولك حتى لو كانت تغميدة اللي عندي تغميدة حب فحلو لو كانت تغميدة إن أنا تعبانة وسنت عليك برضو حلو يعني اللتين حلوين هي تعبانة سنت على حد بحب لقطة فينيسيا كانت لقطة حلوة وفيها معاني كتيرة والناس استخدمتها كده بشكل إيجابي وأكيد بساتتك يا كند إنما كان فيه صورة تم تدولها بعدها بشوية وأعتقد دي كانت بعد مرضك أنت تقدري توضحي كانت في مصيف أو مع عبد البسات حمودة الصورة دي التعليقات اللي عليها زعالتك بصي كنا في المصيف فعلا وتصورت عادي في عز مرحلة القلاج الكيميائي اللي هو الواحد يبقى فيه متنفخ جدا بشوته تعبانة يعني كل الأعراض لفترة دي لأنا كنت بحاول ما تصورش فيها وحصل لأنا تصورت لما نزلت الصورة طبعاً انت عارفة فيه مواقع للأسف للأسف أو أشخاص أو مواقع اللي هو شاهد كند علوش شكلها بعد ما اكتسبت مش عارفة إيه الوزن مش عارفة إيه شكلها والناس تقلق وحشت ليه وحصل لها إيه وليه كده وأهملت نفس ده بقولك الكلام لا 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 وهو عمر سايبة كده ليه آآ يعني الموضوع مش يخصك أنت ده كمان كان فيه تنمر حقيقي يعني كان فيه حقيقي تنمر وكان فيه كلام قاسي وكان فيه كلام مش لطيف وفيه فيه ناس لما شافوا الصورة انتشرت أوي قالوا لي لكن ده ما تحط الصورة وتقولي يا جماعة اللي انتو عملين تقولوا كذا 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 ما أنا عندي كذا أنا مريضة آآ عشان بدل ما انتو تعودوا قلتولوا لا 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 أنا مش هخلي ناس بتتكلم بشكل وحش في لحظة هي بسيطة هي قرروا يصدروها يطلعوها على السطح وينشروها ويتكلموا عنها بشكل وحش مش هخليهم يغيروا لي مصار حياتي أو مش هخليهم يهزوا لي ثقتي بنفسي أو مش هخليهم يخلوني أخذ قرار في حاجة أنا ما كنتش معتبرة ان التوقيت المناسب لها دلوقتي فهمها قصدي فت اتديقت أكيد ما كنتش مبسوطة عشان أنا كنت أصلا شخصيا مش مبسوطة من شكلي يعني فهمها قصدي وأنا لسه أنا بكلمك دلوقتي أنا ما خلصتش يعني لسه أنا قصدي أنت لسه في مراحل العلاج أنا برضو لسه عايزة خس ولسه عايزة أهتم بلفسي إلا أنا قصدي علي أنه مهما كان الإنسان متفائل وقوي إلا أنه تعليقات سخيفة من الناس توجعوا ومش بس تحزن وهي ممكن تأثر على حاجة أكبر بكتير بصي الموضوع ده علمني حاجة من ضمن الحاجات الكتير اللي علمها لي الموضوع ده نبطل نستسهل الحكم على الناس نبطل نستسهل إن إحنا نرمي كلام ما نعرفش إحنا ما عدناش باللي عد يعني ما نعرفش قصص الناس أنا لما أشوف مجرد صورة واعد أشتم وأقول وأخترع قصص وانشر وأعمل أنا مش عارفة الشخص اللي في الصورة أو اللي في الفيديو الانتشر أو إلى آخره هو جاي منين ولا بيعدي بإيه ولا في واحد ممكن يكون النهاردة يقولك الممثل ده تعصب على الناس وقال طب أنت عارف أو مش ممثل يا ستة أي إنسان الدكتور ده الأي إن كان ما إحنا ما نعرفش كل إنسان فينا فيه ورائه يعني الصورة اللي قاعدوا يترياءوا فيها عليك ويقولوا كلام قاسي على أي حد أنت كنت في عز مرحلة العلاج خارجة من عملية الكيمياء ومؤثر على شعرك جاء جسمك مليان ميا وهم عملين ينظروا على شكل الفنانة دي بصي واجعني زعلت عشان بقولك أنا كنت أنا شخصيا متدايقة كنت أنا قبل ما هم يقولوا أنا متدايقة من متدايقة من من السايد أفاكت أكيد السايد أفاكت صعبة بتاعت العلاج بلسلنز بقولك كان عندي أكيد أوفر ويت وأنا لسه عندي أوفر ويت يعني أنا ما خلصتش فيش حد محتاجي برر للأوفر ويت ولا حد محتاجي برر المرض على فكرة ليه مش للناس أنا ليه عندي أوفر ويت عشان أبقى مرتاحة لسه ما خلصتش مني مش مهم مش مهم أيوة بس أنا قصدي في وقتها أنا كنت شايفة ده فلما الناس قالتوا آه أكيد تعبني بس زعلني بس خلاني أقول أخلاني أتعلم أنا أن أنا محكمش على حد عشان أنا أكيد بحكم على الناس لا هو مهم المفارقة دي أنه ياريت كل واحد رزع تعليق كده النهار ده وبعد المقابلة دي شوف أديه هو كان قاسم أديه هو كان قليل الرقفة نعم واحدة بتمر بمرحلة صعبة جدا ومختار أنها ما تقولش ومن حقك أنك تختاري الصمت أو البو خليه رجع نفسه أو إلى أي مدى هو فخور بالتعليق اللي كان رزعه في الوقت ده بس قلتي لي دي كان فيه لقطات كده حلوة يعني خارج السياق حصلت معاك يعني تأبي حد وانت في المستشفى بتاخدي العلاج حد يكلمك بصي لما كنت بعمل لما كنت بعمل علاج الإشعاعي أنا وماما فكنا بروح في مستشفى كبيرة معروفة يعني ففي غيرنا مرضى كتير هي تلقوا نفس العلاج يعني فكانوا بيشوفوني دخلين دخلة أنا وماما عارفين يعني بيشوفوني دخلة أنا وماما فكلهم يجوا يقول لي ألف سلام عليها ربنا يطمنك عليها ويا رب تشوفيها تقوم بالسلامة مش عارفة إيه فقال لهم آشك ويشوفوها دخلت تتلقى العلاج الإشعاعي يعني أنا قاعدة منتظرها وبعد كده تطلع هي فيشوفوني أنا دخلت فهم هنا بقى تشوفي ويشوش مش فاهمة والناس مش فاهمين طب يا مامتها هي دخلة تعمل إيه جوا فالناس لطيفة محدش سأل وتعرضت الموقف ده كتير قوي بس أنا كنت بشوف يعني علامة استفهام كبيرة قوي إن ماما دخلت خرجت أنا بدخل وبطول وبلبس الروبو بتاعه وبطلع فالناس لأ مش فاهمين طب مامتها أوكي هي بتعمل إيه جوا هي ما تفهمش برضو يعني وليه هما اتنين وفيه إيه ففعلا وكان نفسي وقتها أععد بس أنا مش أععد أمسك كل حد وأقوله طب أنا أصلا أنا كويسة أصلا أنا مش عارفها بس فعلا كنت بشوف قصدي يعني مشهد ممكن يكون محظنة ممكن يكون كوميدي يعني ممكن يتعامل بشكل كوميدي المشهد ده نفسه إن الناس اللي هو ستة دي بدخلها جوا يا ستة تعالي انت غلطان انت جاية دخلها جواة عامل إيه فكنت بشوف فعلا علامة استفامة على وش الناس اللي هو وبخرج والله الناس بيبقى صدمة سكتت يعني محدش سأل أو محدش قال لي سلامتك هم أقولوا سلامتك لا هم خايفين يسمونه الإجابة أه أه يعني هم هو أنا خارج ألاقي كده فأنا باي واخرج وليلي والدتك في أي مرحلة في العلاج الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هي تقريبا خلصت يعني تاخد بس العلاجات لها ترجع لها صحتها وترجع لها لسابق يعني قوتها يعني قادرة تيجي تقعد معاك في البيت من الموقت للتاني آآ آآ حبيبتي ربنا ماما ما سابتنيش حتى وهي تعبانة أنا بشغيلها العيال وبشغيلها هم العيال وبتجري بالعيال وكل حاجة أكيد ربنا يخليها لي أهل عمر ما سابونيش سانية وإنتي عارفهم عشان بقوا كلهم ضيوف عندك سواء حبيبتي مامتي التانية تانت مكدا اللي ما بتسيبنيش حقيقي يعني على كل الأشكال اللي بتحاول تكون معايا وما تسيبنيش كلهم مشوا على نفس الموجة بتاعاتكو يا كده آآ آآ موجة التفاؤل وعدم آآ آآ كله مش على الموجة اللي أنتو زبطتوها وعولة بس كان الفرق أعولة أخت عامر برضو دي عولة اللي عمل جات معايا أعولة كانت ما تردش عليها أعولة كانت يعني اللي هو أقول أنا مش عايزة حد لقيها طبت عليها أنا في المستشفى مش عايزة عليها جابت شنطتها وجتبت معايا فلأ أعولة كانت من الناس اللي بيتمردوا ما كانتش ترد بجد والهو مش بمزاجك وقال لها روحي أعولة برضو عندها تلتة عيال روحي لعيالك تقول ليه مش بمزاجك فتروح واخد حاجتها وحطها يعني حقيقي ربنا يخليهم يخليلي برضو صحابي لأ أكيد أكيد أجيد في وجودهم الدنيا أحلى والتجربة دي أحلى وأسهل وأسلس بكتير يعني أني تستهلي كل الخير عندي كلام كتير حلو عنك يا كندة وعن روحك وعن قلبك قلتو أحيانا في حلقات وقلتو في الحياة من وراكي لناس بس هذه أكبر نعمة عندك هي قلبك وروحك اللي مخليها كل شيء يتهون حتى لو كان الواجع والقلم شاء الله مين كلمك في التليفون وليه؟ بص دي من الهايلايتس الحاجات اللي أنا أنا مش عارفة هو عايزني أن أقولها في إعلام ولا لأ بس أنا مش هستشير ولازم أقولها عشان دي حاجة أنا سعيدة بها جدا جدا عمر كان قاعد فجاله مكالمة أثناء فترة مرة دي فلقيته بيقول آه سيك آه طبعا إيه دا؟ ولقيته متحمس قوي حبيبي مش عارفة إيه لأ أنت حبيبي آه محمد آه مش عارفة إيه وبعدين بيقول له لا هيك كويسة فبعد ما قلت له مين حبيبي مين اللي كان وأنا كنت مع العيل يعني رمي ودن ومش رمي ودن مين يا حبيبي فبيقول لي محمد صلاح قلت له مين محمد صلاح قال لي محمد صلاح قلت له محمد صلاح مصراح آه طلو هو أكلمك قال لي آه طلو إيه قال لي عارف من حد أو أصدقاء مشتركين أو كده نكتع بانا وجاب نمرتي وهو طبعا يعني عم يعني إحنا أكيد بيج فان وهو عارف عمرة بس ما كانوش أصدقاء ما يعرفوش بعد ما فيش تواصل يعني فجاب النمر واتصل بعمر وقال له أنا سمعت أنه كنده كذا وما هنشع لي وعايز أقول لك في أي لحظة بيتي موجود عايزين تيجوا تعملوا تشيكب في لندن عايزين تبعتولي لورق وأنا أخذه عند الدكاترة هنا يعني أنا مش مسأل والله العظيم فأنا لأ يعني يقولوني عمرة أنا مش مسأل إيه اللازق إيه الحلاوة دي إيه الإنسان بعدها بفترة برضو قاعدة فلاقيت عمر بتكلم بنفس الحماسة وبيندهلي تعالي تعالي في حد عايز يتكلم طلو مين قال لي تعالي بس وانا بمسك التليفون قال لي محمد صلاح طلو انت اتفاجئني يعني فقالت رزيك مش عارف ايه قال لي طب مني طلو أنا كويسة أنا كويسة جدا أنا خلاص بخلاص بيقول لي أنا مبسوط وهو برضو بيتفاجئ من التون طلو أنا كويسة جدا أنا زيل في المبسطين أنا بس مع صوتك قال لي أنا بس عايزة أقول لك إن ليكي عيلة وليكي بيت ولو عزتي أي حاجة وعايزة تطمن عليكي تاني واسمحيلي أنا بطم فقوله انت انت عارف انت عارف انت معزتك عندنا يعني عارف المكالمة دي يعني هو قد ايه بجد والله العظيم قد ايه هو إنسان حقيقي وبسيط انه دور على النمر واتصل أول مرة واتصل تاني مرة بأشخاص ويعرفهم من بعيد ويقول لي انت غالية علينا قوي انت عارفة انت غالية علينا قد ايه فقوله انت اللي غالية عارفة كندة كندة طبعا طبعا دي حاجة إنسانية جدا تحسب لمو صلاح بس انت ست في عز شبابك أم ولادها زغانططين لما حد يسمع اللي حصل لك وحصل للممتك في جرعة واحدة لا لازم يدعيلك ولازم ولازم يبقى عنده صفاء كده وهو بيطلب من ربنا إنه يقويك ويقوي كل اللي معاك ده كل ده بخلاف فكرة إن انت واجهم مشهوره ومحبوب من الناس أنا بتكلم على كندة البني أدمية اللي الناس تعرفها يعني مش بتكلم عن الست المشهورة اللي فيه جلام وكده وأنا عارفة إن انت شهرة منذ بلك لا تعني شيء على الإطلاق أنا أنا مليش في الجلام انت عارفة بصي عشان الناس ساعات بتخلط أنا حقيقي وانا بحب مهنيتي جدا جدا وبرضو عايز أقول برضو بالمناسبة دي عايز أعتذر لكل الناس لأنا كنت مختفية بشكل مش مفهوم بالنسبة لهم فيه أسات زكاليموني عشان أعمال مهمة وفيه ناس كانت بتحاول تتواصل معايا وكان بيبقى ساعات ممكن يعتبر إن فيه قلة تزوق مني يعني يجي لي ميسج ما ردش جي لي مكلمة مش قادرة أتكلم أصلا في وقت مش قادرة أتكلم مرجعش أرد فأنا حقيقي بعتذر النهاردة من أي حد أنا معرفتش أرد عليه معرفتش أكلمه كانش فاكر إن فيه قلة تزوق بطريقة التعاطي بتاعتي أنا بحب مهنيتي حقيقي جدا يعني بحب مهنة التمثيل بس بحس إن أنا لازم أعملها وأنا فيقالها وريقالها وأبقى قادرة وصحيا وجسديا ونفسيا وإلى آخره ويمكن أنا يا مونة ربنا تداني حب للمهنة دي بس ما تدنيش عشق للشهر يعني أنا مش صحاب قوي أنا والشهر أكيد دتني حاجات حلوة عشان هي نعمة برضو مش هقول لأ بس أنا أنا مش يعني أنا مش النوع اللي أنا مش صحاب قوي أنا والأضواء مش صحاب قوي أنا والإجلام والحفلات أنا نفسي نفسي حد يشوف كندا وهام على يال في البيت يعني هو بيت شهرة بامتياز تدخل تتكابل في كمية لعب الأطفال اللي محطوطها والزحليق والمراجيح يعني يعني هو بيت أسرة بيت أم مش بيت للعلاقات العامة على الإطلاق أنت في أي مرحلة من العلاج دلوقتي يا كندا؟ مستحبتي أنا دلوقتي خلصت العلاج الإشعاعي عشان لما تعملت العملية كان فيه جزء بيسموه مايكروسكوبك يعني صغير جدا لسه كان فيه موجود الورم الخبيث فلازم يكون بالكيمو فدلوقتي أنا بكمل في آخر جرعات الكيمو وباخد حاجة اسمها العلاج الهرموني طبعا العملية عشان همما بيشيلوا برضو من الغدد الليمفاوية الليمفنوت فبتأثر على فيه ناس الحمد لله مش بتأثر أنا أثرت على دراعي حتى لو الكاميرا بتبقى بينها أنا هتلاقي فيه وحدة بتفضل شوية وقت أعرض ومعبية مية وكده وبعمل علاج فيزيائي لها لازم أعمل لها مرحلة اللي أنا بحاول أستعيد طقتي وقوتي وصحتي وأنا فاهمة أنه كل من العلاجين دي low side effects متعبة ومرهقة وتقيلة على النفس سواء كان الإشعاعي أو الهرموني إنما إن شاء الله كله هيعدي إن شاء الله كله هيعدي إن شاء الله الخلاصة اللي خرقتي بيها سواء لنفسك أو للآخرين بعد تجربة السنة دي بصي هقولك لنفسي الأول بما إن أنا اعتبرتها رحلة واعتبرتها درس فأنا تعلمت من الرحلة ومن الدرس ده إيه الحاجات الجوهرية في الحياة وإيه الحاجات اللي هي زائلة وزائفة تعلمت إن الجوهري هو إحنا صحتنا حالتنا أسرتنا علاقتنا بربنا عيالنا حالة الرضا اللي بنحمي بيها حياتنا أو بتبقى موجودة معانا في حياتنا الناس اللي بنحبهم هو ده بس الحاجة الحقيقية كل ما عدا ذلك هو حقيقي زائف وزائل أش ده مش معانا إحنا ما نسعاش ونكتهد ونعمل لأ بس ما ينفعش ما ينفعش النهاردة نزعل عشان عايزين نشتري شنطة مش قصدي واللي عايز يزع هو أنا مش بحاكم حد بس أنا بقولك أنا في مرحلة أكيد ما بيشغلنيش هدوم ولا شنطة ولا حفلة ولا حتى مين زعل لا 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 أنا ما بزعلش حد أصلا بس أنا قصدي لا أنا في مرحلة عارفة وعايز أقولك فيه ناس مثلا من صحابي كانوا عارفينه وكانوا بيكلموني بشكل دائم وفيه ناس من الصحاب المقربين كانوا عارفينه ما كانوش تقريبا بيكلموني خالص وكنت بقى بلده وبقى بلده عشان ببقى عارفة أن فيه حد ده شكل تعبيره عن حبه وخوفه وفيه ده شكل تعبيره فيه شخص تاني ما بيعرفش يتصل ويتطمن على طه هو ديب انسايد بيحبك وبيخاف عليك بس ما بيعرفش فعادي تمام ما بقيتش هزعل أنا ما بيزعلنيش اللي ما بيتصلش ما بيزعلنيش اللي ما بيسألش فهمة قصدي عشان اكتشفت أن فيه في الحياة حاجات أهمة من كده بكتير ممكن تنركز ضقتنا فيها بزا تنركز وبالنسبة للآخرين بالنسبة للناس بس نفسي للمرة اللي ممكن أعدتها أكتر المرة وهعدها للمرة الرابعة ولا التالتة نفسي من خلال مش عايزة أسميها حلقة من الأعدة نفسي من خلال الأعدة دي إن أنا أقول لكل ست أرجوكي من سنة الخمسة وعشرين وتلاتين خلينا نقول ولكل بنت وسيدة أعملي كشفه مبكر اطميني على صحتك موضوع الكانسر للأسف غصبا عننا للأسف في الزمن ده بقى منتشر جدا 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 والحاجة الحلوة إنه زي ما هو منتشر زي ما هو بقى فيه لي علاجات الطب الحمد لله في مصر بقى متطور وحتى في المنطقة مش بس في مصر يعني في سوريا مما كانت بتشوف داكاترا برضو وإلى آخره يعني هو في المنطقة عندنا الحمد لله بقى قادرين نسيطر عليه ويتم علاجه وبقول لكل ست وإنسانة وإنس راجل أو ست عدوا سواء بموضوع كانسر السادي أو كانسر في أي منطقة تانية يا رب يا رب يا رب يا رب يكون معاك ويا رب بس أنت اللي بتقدر تأوي نفسك على قد أنا مش عايزة برضو أنظر على الناس كل ربنا بيدي كل نفسه على قد طاقتها اللي قادر يحاول يتمسك بالتفاؤل يقرب من ربنا يشوف الحاجات الحلوة يحمد ربنا على النعم يشوف النعم التانية يقول أنا أوكي عندي ده بس أنا بشوف وبمشي وبجري وباكل واستطعم إيه الحاجات الحلوة التانية اللي أنا عندي فأنا حقيقي وأنا لما أبقى جهزة لو أي حد حقيقي لما أبقى جهزة أي حد عايز يستشرني أقدر أساعد أقدر أكون موجودة أقدر أقدم جزء أو أي نوع من أنواع الدعم فأتمنى أن أنا أقدر أساعد ولو بي نسبة قد كده أتمنى أن أنا من خلال اللي أنا قلته أقدر يعني أخفف من ألم أي حد بيعدي بتجربة مشابهة يعني وأقدر أكون قديت يعني نفحة أمل زي ما بيسمونه وده السبب الأصلي أنه كندة قررت أنها تبوح وتفتح قلبها أنه أكتر من سنة من الصمت كانوا كافلين أنه هم يوفروا لك البيئة اللي أنت بيحتاجها عشان تعدي المرحلة إنما كمان كانوا بيأهلك أن أنت تقدر تتكلم عن التجربة لعل حد يستفيد كمان عشان ندعي لك من قلبنا من ربنا يتم شفاكي على خير يا رب وهقول لك دعوة كنت بسمعها زمان دايما أنا ما كنتش كنت بحس نائي بلدي شوية بس أنا دلوقتي مليانة بيها يا كندة يا رب ما حد يربي ولادك غيرك يا رب يا رب يا رب تفرحي بيهم ويفرحوا بيك يا كندة يا رب ده كان خوفي الأساسي اللي أنت بتقوليها دي الكلمة دي هي دي همي الأول والأخير ولادي يا رب يا رب يا رب بس أطدرني إن أنا أكبرهم وأنا بصحتي بس حقيقة 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 يعني الحمد لله رب العالمين أنا عديت بس أنا مش عايزة فعلا أبقى مكسورة في مرحلة ما أقدرش إن أنا أعمل لهم الأساسيات لأنني لازم أعملها لهم في الحياة يعني يا رب يبقى قرة عينك وإنتي قرة عينك عمي عمي إحنا قلنا ما فيش دموع ولا صعبانيات إحنا قمة الإيجابية نطلب نشرب إيه بقى النعناع أي حاجة صحية صحية ديتوكس ميا غازية بالنعناع نعمل زي الناس من غير سكر أكيد أنا بحاول بحاول عشان صحية وبيحاول عشان ما أنا بقولك أي اختيارات لازم نبقى صحية على قدر المستطاع لا لا ده هي ما يو فيها شوية نعناع بس بيس لازم نسموها ديتوكس ديتوكس أي حاجة ديتوكس ديتوكس